صباح الخير غيصيت صباحكن يا رب كلا واثكن. هلأ من شوي فقت صليت الفجر وقريت ورد من القرآن. لا اله الا الله. اصبحنا واصبح الملكلة مأحلى الجو ومأحلى الصباح. شوفوا لسه الضوء ما طلع. طاعت على البرندة لتخليني يلمها الغسيلات. الولاد لسه نايمين. بس يترفائت. غسيل بيكون نشف. لو الله مرتب كأنه نشفان. صعير فيها هي الرطوبة تبعيد الهيكي وقت يكون الجو بارد. بتاعدو بتحتارو الغسيل نشفان ولا نديان. عرفتوها? بدأ خاص بكرة بالشتة لسه هن واحد كتير هيكي بينغش بالغسيل. احلمون. وعندي وجبة كمان خاصة رح انشرها. ما بدأ نشر هي الوجبة اللي حاطتها هلا. آآ اللي شحاطت. الله يعسكن. شحاطت البيت كلها حطيتها هيكي لتعمل لغسلة. كأنه عتمي ما بتشوفو شيستين وشغلت الضوء. بدري ليش ما شغلت الضوء من الاول. هيك احسن. هلا ما رح اطويهم. بحطهم على طرف. ان شاء الله سياحة بديك. في برد في ارصت برد مثل عادة. صاير كل يوم بها الوقت عم بيكون بردي كتير. دائما بعملها نبص لكي فترة وفترة. بيرجعوا هيك جدد. نظاف. البواط والشحاطات وكل شي. ما بيصل لهم شي ابدا. شايفين كيف بوط الابياض بيصير. ما بيصل لهم شي بس ما تحطوه على الغلي. يعني انا بحطوا على درجة حرارة اربعين. ساحتتوهم على الغلي بالطالع وان هيك طبقات طبقات. خلاص بكونوا مرقوكين رايحين. هما هيك. شوفوا ما احلوان للابيض. قبل ما حطهم الغسالة بيخسلهم عايدي هيك غسلة يعني. عشان ما حطوهم كتير وسخين. وفينا كمان ايه. بعد ما نخلص نشغل الوجبة هيك فاضية. انه بنعمل تنظيفة للغسالة قبل ما نرجع نحط فيها لبس. هلا هيك هدول حطيتهم. والشحطت راح زيتهم لتحت هدول اللجنينة اللي برا. هدول اللبس للشارع. هتولع. راح زيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي شبه. شوفوا الكلب. مصصباح. جيرانا عندهم كلب حراسة. تلاقوا بضل هيك صوته طالع. هدا اكيد شايفني مبيني عليكم انا من بعيد. لانه هو ببين علينا بس هلا اعتمي. حتى هيك عم بيعوي. هلا هيك خلصت. حت دخل لجوع. بردت عن جد برد. هدول هلأ ما راح اطويون لبعدين. راح نزل لتحت. شو? ليو? ليو? يسوي يا حلو انت. ليو? طلطلطل هروح اللو هيك حدا يدللو. اخيها اللو شدعة عالوها ديك. ما بتحسو في قط بالبيت. نزل لتحت. واني حطيت فليفلي. بشي الفليفلي ورجع بحط فليفلي بدالة. سيدرا. ليش عم تفتحي الباب? الوستي. ماما بكير. ماما شايفي المدرسة بنومك? يلا ان شاء الله تضلوا هيك. هلا مو باول مدرسة بيكونوا متحمسين الزيادة عن اللزوم. من هلا قلبستي فيقى من الساعة خمسة تخيلوا. لسا يعني كان فيه اتنام ساعة زيادة. ما في شي تعملي. ما في كبير داني ندخلي. تعي ما ما نشوفي. في تاي تاي انا بلاك شو بتعملي تعي. هدول الشحطات تلق زيتهم من فوق. تعي طب ايونا هنيك على المحل لون. ايشو? ايه هدول بيشفوا ما بدون تنشيف مال لون ما فيهون ماشي. طب ايو. خليني شغل صورة البقرة. كتير بحب اسمع صورة البقرة الصبح ما فيه احلام انها تشغل هو بالبيت. اكتر الشي بحب اسمع بصوت العفاسي. صوته وطلوته. بتلقوا صوته كتير هيك مريح و. ما بعرف حب كتير اسمع بصوته. حالي الصوت شوي. اشتركوا في القناة 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 اول يوم قلت يلا كبرت و دعيها تجي لحالة بس ما رح قمن اول يوم انا نبحتك كيف تقطع الشوارع لخطر لي فكرة انه اجي و ما خليها تشوفني مشان شوف كيف رح تمشي بكيف رح تقطع يعني رح اختبرا اذا لقيت عم تمشي تمام خليها تجي لحالة شوفوا هينه هلأ و هي مو شايفتني هلأ رح تقطع الشوارع انا نبحتها تقطع على الخطوط بس احلى الشي تشوفني وتخربلي رح تعصب كتير ازا شايفتني عم بطلع لهون شايفينها هلأ ورشيكون ياها ما عم بقدر صوري منيح لابسي جاكيت ابيض شوفتوها براوة عليها مشيت على الخطوط هاي هي شوفين هاي الخطوط مثل الاشارة عن نياها انا منبهتها تقطع عليهم هلأ هي بتكون كتير مبسوطة انه هي اجت لحالة حس حالة محقق محقق كونان مراقبة هلأ ما رح انزع لياها وورجية حالي لحتى نوصل على البيت خليها هيك مبسوطة ومنصرفة لحالة عم ترجع على البيت بس براوة عليها عن جد لقيتها ملتزمة باللي قلتلي عليه يعني وقفت ما قطعت لحتى وقفوا كل السيارات ولدنيا هون امان ما شاء الله ووقت صرفت الطلاب الشوارع بتتعبى طلاب حتى السيارات بتصير بتمشي على مهلة لانه بصير عجقة هذا الشيء منيح لا يعني خلص الشكل رح امان وخليه على طول تجي لحالة يسمع اندارت كأنه شابتني عم تمشي على الجهة الصيف عم تمشي هون كان لازم تمشي هالطرف سيمكا مشا ما تقطع وراكي وراكي عفكرا هاي الشغلة عملت بحلب زمانه اول مرة خليتها تجي لحالة نفس الشيء عملت رح تمشيت وراها بدون ما تعرف لحتى شوف كيف رح تقطع الشوارع وكيف عم تمشي لحتى سمحت الله هلأ صارت خلاص بتروحوا بتجي لحالة ما شاء الله السفرجال شوفوا ما شاء الله شد الشجرة مليانة رح اطف واحدة بالبيت بجربها حتى شوفوا الرمان ما شاء الله السفرجال مليانة ما شاء الله سيكبر هيك اجي اخدلي طبخة يكبروا اكتر لأصغار وانسيدروا نسيت بنتي انا حتى هوني سفرجال كمان سليكا لكا دامي وهي لسا مستمرين ربنا نوصل كنا نمشي 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 الفي ليلا بارك يا سيدروا تعرفي نخيل المشوي طول الطريق هيك عم بطل عليها بوصل عليها بس تعرفوا عم فكر روح لعنده وقال لي بكون تعبت لكي احملها بطلعة في عنا طلعة قاسية قبل ما نوصل على البيت والله عم فكر هلا ارقوت لعنده شلية احسوا سيدروا استاني استاني جايتك استاني قبل حقا مالك خبر مالك خبر نجد مالك من انتبه علي مالك بدي سوف كيف عم تقطعي السارع لا لا تمام برعب عليك سيفتك قطعتي مع الخطوط بالله ما انتبهتي فكرت ان تكتبه علي بس كذلك كلي سوفي قريبت فرز بس شوفك نيكو للان ما شفتيني مالك ما شفتك هل أنت هناك المدرسة؟ لا من هون لحقتك بس برعب عليك عم تقطعي منيح وبتمشي على مثل ما قلتلك خلاص الحصير خليك تجي لحالك عندك؟ اي لأنو سمعت الكلمة هاتي شنتيتك شوفوا يطلع عشد آسيا هاتي هاتي أنا هون سح تلقل دخليني شي لعنك انتعباني هاتي هاتي ماما هاي هاتي عنا طلعا جد آسيا ومتعبة هلأ رح بلش حضر العشا هلأ يمكن عم تسأل وين حلو معتاز حلو معتاز بنصرفه بغير وقت مشان هيك كانت فسيد هن بنصرفه بغير توقيت هلأ رح ساوي الوبات فروج او كبدة الفروج مع بطاطا بطريقة كتير كتير طيبة هلأ شفو كيف رح حضرها نظفت الكبدة وحطيتها على النار لحتى اسلقه الأول رح اسلقه وبعدين بقلي هلأ شوفو وهون عم قطع مكعبات بطاطا كمان رح اقليهم تقريبا 3-4 القليا او نص قليا رح اقليهم يعني عادي بالزيت قطعهم مكعبات صغيرة ما تكون كتير كبيرة عندي شقفة شحمة فرمتها فرم ناعم بالسكين او فينا شقفة دهنة كمان يا شحمية دهنة وحطيتها على نار هادية لحتى تدوب على مهلة وهون استوت الكبدة يعني مو استواء كمان 3-4 سوا كمان غسلتها وفرمتها هون بعد ما دابت الشحمة حطيت عليها البصلي مفرومة ناعم ورشة ملح وتركتهم هيكي على نار هادية يتقلوا مع بعض وتدوب الشحمة على الاخير بعدين حطيت عليها هون الكبدة بعد ما سلقتها وقطعتها وكل شي هلأ رح قلبه على طنجرة لانه لقيت الطواية كتير صغيرة بالاخص رح اضيف البطاطا معها رح تكون صغيرة هاي الطريقة كتير طيبة تحضير الكبدة جربوها هي يعني طريقة جديدة او ممكن ما تكون جديدة هون حطيت بهارات باربيكيو وشوية بهارات شيش فينا نضيف البهارات اللي منحبهم وبعدين ضفت البطاطا المقلية كمان 3-4 القليا يعني 2-3-4 سوا مستويين هلأ بحطلهم شوية ماي وبغطي عليهم وبتركن على نار هادية نار شمعة هيكي يستوه على مهلون ويتسبكوا الشحمة عطتهم نكهة كتير طيبة شحمة او دهنة هي اللي بتجيب نكهة كبدة الفروج هلأ هون لبان ما يستوي الأكل أبو معتاز نبلش باللجنانة وأنا كمانا صارت تساعده إشاء صبتنا اللجنانة صار بدها هيكلتها سوا فترة بدها شبتها لأنها يعني تصير كلها غابرة ثم تصير كلها ثم اشتراك سوا فترة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وهيك بصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوني من اللايكات والاشتراكات وبتمنى تشاركولي القناة مع رفقاتكم إخواتكم أي حدا بتعرفوه بيحب يشوف هذا النوع من المحتوى شاركولي القناة لحتى نوصل لأكبر عدد ممكن مترجم للقناة بي بي ترجمة نانسي قنقر